نان يونيفورم سيركولار موشن الحركة الدائرية غير المنتظمة شو رح يتغير عنا عن المنتظمة السرعة بتبطل ثابتة السرعة القياسية طيب يما تبطل السرعة القياسية ثابتة كمان شو رح يتغير التسارع بيبطل عمودي على اتجاه السرعة طيب كيبنا يتعامل مع هذا النوع هلا رح يتعرف خطوة خطوة كيف رح يتعامل مع هذا النوع إذا كانت السرعة القياسية غير ثابتة بنحكي إنو هذا الجسم في حركة دائرية غير منتظمة طيب شو بترتب عليها؟ أيضاً إذا كانت السرعة القياسية غير ثابتة بنحكي إنو مقدار السرعة ثابت هلا ما نبطل مقدار السرعة ثابت إذن متجه التسارع بطل عمودي على اتجاه السرعة consider an object in a non uniform circular motion هلا هاي حركة دائرية غير منتظمة شو بنحكي؟ the instantaneous acceleration vector is not perpendicular to the velocity ذن هو الآن مش عمودي على السرعة but it can be resolved into two components بس بإمكاننا نحلل له مركبتين ونستفيد من الخصائص اللي شفناها بالuniform circular motion بعض الخصائص مش كلها طبعاً على سبيل المثال لو كان هذا متجه التسارع هلا بحلل له مركبت مركب الأولى شو رح نسميها؟ the tangential component اللي هي المركبة المماسية هيا بتكون مع اتجاه مين؟ مع اتجاه السرعة أو معاكسة لاتجاه السرعة هون رح تكون مع اتجاه السرعة هاي هي المركبة المماسية طيب هاي شو علاقتها بالسبيد؟ هاي المحسبها من التغير في مقدار السرعة إذن AT بساوي DV by DT هلا النوع الثاني أو المركب الثاني وين رح تكون؟ مين بحكيلي؟ باتجاه المركز صح؟ the radial component AR اللي هي المركبة القطرية طلع فيها رح تكون بهذا الشكل باتجاه المركز بنسميها AC وإحنا نسمي العنوان AR فشو علاقتهم؟ تذكروا شو علاقتهم مع بعض صح؟ AR بساوي مينوس AC معاكس في الاتجاه طيب بهمنا المقدار هلأ المقدار هو نفس المقدار اللي أوجدنا وين؟ في الحركة الدائرية المنتظمة اللي هو عبارة عن V squared over R طيب هلأ صار عندي مركبتين أفرض بدي مقدار متجه التسارع الكلي كيف بوجده؟ the magnitude of the total acceleration أي متجه إذا مركبتين كيف بوجد مقداره؟ بربع الأول بربع الثاني بجمعهم مع بعض تحت الجذر بيعطيني مقدار التسارع الكلي إذن هذا جسم يتحرك clockwise مع عقارب الساعة إن السيركولر باث at a certain instant of time إذن أعطاني عند لحظة واحدة معينة حكالي هذا هو التسارع الكلي من الشكل هيك بدنا أخذ معلوماتنا من الشكل طلع شوفي الآية توتا الاكسيلاريشن مش عمودي على السرعة أعطانا هو من الشكل هذا هو التسارع الكلي هو ليس عمودي على متجه السرعة شو اللي المعلومات اللي أعطاني إياها في الشكل أعطاني مقدار A 15 m per second square بحتفظ فيها شو كمان أعطاني بالشكل الرادياس نصف القطر 2.5 m هذا هو الرادياس بعدين أعطانا كمان إشيني بحكي لي شو هو الزاوية 30 درجة هلأ شو شو بده مننا بده أول شي the radial acceleration of the particle كيف نوجد the radial acceleration the magnitude of AR بساوي the magnitude of AC طب كيف أوجد الأسي بده أحلل اللي هي أي مركبة اللي هي باتجاه المركز هاي المركبة هاي الأسي هلأ هاي قريب من الزاوية هذا قريب من الزاوية بياخذ ساين ولا كوساين بياخذ كوساين إذا راح يكون the magnitude of A كوساين 30 نعوض في الأرقام والإجابة هي 13 m per second square طيب هذا الفرع الأول بس احنا نتذكر احنا حسبنا مين هلا AC وشو طالب AR نتذكر نقدار نفسه لكن الاتجاه شو بديكون في الاتجاه المعاكس بس هلا بروح لفرع B شو بده the speed of the particle كيف موجد the speed of the particle هل تحكي لي أيوه جذر ما هونت عندك AC عبارة عن V squared over R صح مضبوط substitute the numbers بس بتعوض في الأرقام والإجابة 5.7 m per second بس اتذكر انه عشان أحسب السرعة ما بقدر استخدم the tangential component لازم استخدم مين central component اللي باتجاه المركز خلينا نشوف فرع C it's tangential acceleration بده التسارع المماسي كيف نحسبه من الروح بده نعمل تحليل تحليل متجه هاي المركب تجاه المماس هاي قريبة ولا بعيدة من الزاوية بعيدة شو رح تاخذ sign 30 نعوض في الأرقام والإجابة هي 7.5 m per second squared مثال مثال A particle moves along a circular path having a radius of 2 meters حكالي جسم بيتحرك بمسار دائري نصف قطره 2 متر ما حكالي انه constant ولا لا هلا شو بحكين لبعدين خلينا نشوف إذن اعطانا نصف القطر والمسار دائري هذا هو r equals 2 meters بعدين حكالنا at an instant when the speed of the particle is equal to 3 meters per second لحظة يحكي لك عند لحظة زمنية إذن السرعة مش تابتة وحكالك عند لحظة معينة السرعة كانت كذا إذن هذا non uniform فهون أعطاني v بتساوي بلحظة معينة 3 meters per second and changing at the rate of وبتتغير بمعدل 5 meters per second مين بحكي لي شو هذي اللي أعطاني إياه هون أي تسارع المماسي والمركزي المماسي المماسي أكيد إذن هذا هو التسارع المماسي وبالتالي 80 equals 5 meters per second squared المماسي هو اللي بيتحكم بالتغير في السرعة هيك صار عنا هاي المعلومات شو بده؟ what is the magnitude of the total acceleration of the particle هلأ بده مقدار التسارع الكلي بكتب العلاقة في البداية مقدار التسارع الكلي شو بيساوي at squared plus ac squared at هو أعطاني إياها هلأ شو لازم أحسب أنا ac كيف أحسبها v squared over r هلأ بنعوض عوض في الأرقام أنا عوضت باشرة بالرموز برجع إليك طبعا هو الأفضل أنك تعوض بالرموز وتخلي الأرقام آخر شي بس كل واحد إلو طريقته فهي بتكون لما تعوض بالرموز وخلي الأرقام للآخر بتقلل الأخطاء في الحسابات هيك بيضال عليك عوض في الأرقام والإجابة هي 6.73 m per second طلع فيه إذا عندك أي سؤال أسأل طيب وخلي الأرقام عوض إذا إذا كنت تتحدث ماذا تحدث يدعون أسأل برقام راديس 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 سيارة تتحرق دائرة أفقية نصف قطرها هو راديس طيب ماذا تحدث كمان at a certain instant the velocity of the car is 24 meters per second west انتبه السرعة وين اتجاها مع الغرب west and the acceleration of the car has components of هلا عطانا مركبات التسارع الاولى حكالي 2.4 meters per second squared east طيب السرعة west وهي المركبة east اذا هاي شو بتمثل tangential ولا central ما هي central شو لازم تكون دائما عمودية على السرعة هلا هاي عمودية على السرعة east west هل هم متعامدين لا اوكي اذا هاي مين صارت tangential اللي الممسي and 1.8 meters per second squared south هاي اتجاها مع الجنوب اذا هاي شو رح تكون هاي هي المركزية السنترال شو نطلوب what is the radius of the circle بدو نحسب نصف قطر الدائرة هلا احنا مين اللي بستخدمه عشان نحسب نصف قطر الدائرة المركزي المركزي ايا فيهم اللي هو 1.8 meters per second squared اذا الهدف من هذا السؤال انك تعرف مين بدك تستخدم لحساب كمية معينة وانه من صيغة السؤال تعرف مين فيهم هو المركزي ومين فيهم هو المماسي الانسر is 320 meters